تصفيق النصر المطلق لن يسمعه بعد الآن رجب طيب أردوغان هذا ما يقوله مسار حزب العدالة والتنمية الانتخابي منذ تسلمه السلطة عام 2002 فالعد العكسي لشعبية الحزب بدأ منذ قرر العثمانيون الجدد تغيير سياسة صفر مشاكل مع الخارج هذه السياسة التي رفعها الحزب شعارا انتخابيا بعدما أدارت له أوروبا ظهرها فتلقفه الشرق وأيضا الداخل التركي ثورة صامتة مقابل صخب ثورة أتاتيرك هكذا سميت بصمات الحزب الإسلامي المنفتح على العلمانيين في المجتمع والاقتصاد التركيين لم تكن فلسطين بعيدة أيضا عن شعارته فبنى على أساس كل تلك العنوين انتصارات متلاحقة في كل الاستحقاقات البلدية والرئاسية والنيابية التي شهدتها البلاد منذ العام 2002 كانت دائما الحزب الأول وبفارق كبير أيام العسل للحزب الحاكم تخللها موجات علقم كثيرة بدأ الترهل ينخر جسم الحزب أمعنا في ضرب الحريات وقمع المتظاهرين في أحداث غيزي في اسطنبول تورطت أسماء الحزب وفي مقدمها أردوغان نفسه ونجله بلال وبعض وزرائه في قضايا فساد لم تهمد روائحها إلى الآن جاءت الانتخابات البلدية العام الماضي بمثابة الاستفتاء على حجم القوى سياسيا نجح أردوغان حينها في تعويم صورته لكن مع انتخابات اليوم اختلف الوضع نحو ثلاثة ملايين صوت خسيرها الفتى الشجاع وهو معنى اسم أردوغان بالعربية يسميها الخبراء الهزيمة الكبيرة والأولى للحزب الحاكم يعيد هؤلاء الأسباب إلى عاملين أساسيين يضافان إلى ما سلف الأكراد وسوريا انتقلت سياسة الحزب الحاكم من صفر مشاكل إلى فليسقط النظام في سوريا أربع سنوات ولم تسقط سوريا بدأ الأتراك يعيشون تبعات الأزمة السورية على أرضهم وفي عنوانين الأول أمني حيث تصاعدت عمليات حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي والثاني يتعلق بالقضية الكردية التي أنكر أردوغان وجودها من الأصل ناهيك عن التبعات السلبية لمسألة اللاجئين على الاقتصاد التركي يقول الخبراء التحول الكبير يطرق باب تركيا فهزيمة حزب العدالة والتنمية ليست ظرفية وإنما تنظر بمسار انحداري لمسيرة حزب سقط حيث لا مجال لأي عودة اشتركوا في القناة